الفقرة دي عنوانها لطيف قوي على طريقة فول الصين العظيم الصين حلوة فاحنا النهاردة عاملين فقرة جميلة قوي اسمها السعودية حلوة ايه حكاية السعودية حلوة؟ في حالة معينة كده انا عارف الموضوع نصيف ساويرس حصل مبارح وناس كلمت عنه وكلام زي كده لكن النهاردة مش جاي تكلم على نصيف ساويرس بس انه هو قال كذا وعمل كذا لا حنا نتكلم على كونسبت جميل بادئ يطلع كده من اوجه مصرية محسوبة على اتجاهات مختلفة عنوانه كان اسمه ايه سرحان الممثل اللي في فول الصين العظيم دايما بنسى اسمه بس هو جميل يعني لما قال له انت تروح انضمك الصين حلوة فالسعودية حلوة هو عنوان الفقرة النهاردة اللي فيه اتجاه كده من المملكة العربية السعودية غريب شوي ازاي؟ هم عاملين حالة لا احد ينكرها وهنا نوجه يعني الكريدت كله لطال عمره سمو تركيا الشيخ سمو تركيا الشيخ المستشار الجليل لان هو اللي شألب السعودية بتعليمات سيده ومولاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مش باتكلم في ده مش مختلف معاه مش قضيتي خالص الراجل عامل بلوكه خلاص سيبه في حاله واحنا في حالنا وملاش علاقة به فالسعودية حالها متشالب في السياحة في المهرجانات في الفن في حالة معينة وفي محاولة لاستقطاب القوى الناعمة اللي كانت دايما بتميز مصر ليه اللي هم الفن المغنيين الكذا هات يبني بتاعة الرمل دي وبصم كل مغني مصري في لوحة الرمل اللي ما عرفش تركي بيجمعها على أساس يعمل لهم جزم ولا جوانتيات ولا ايه لكن في حالة معاناة كده وكل واحد يبصم وديله العقد وديله على أفاوة وعاده جنب عمر قديم وفي حالة لطيفة جدا وصاحب السمو ووطال عمره بيغنوله والدنيا مبسوطة جدا والسعودية بتحاول تاخد من مصر المساحات دي واحدة واحدة لكن لما يطلع حد بقيمة نصيف ساويروس وهو من أغنياء العرب ومن أغنياء مصر ومن أغنياء العالم ويقول التصريحات اللي قالها مبارح فده مؤشر الحقيقة غريب شوية تعالوا مع بعض اللي ما تباعش تصريحات نصيف ساويروس نفتكرها مع بعض بسرعة كده وبعدين نروح بقى للمستر سين بتاع السعودية حلوة نشوف مين كمان بيمدح السعودية سميح ساويروس أنا آسف معرفش ليه معلق معايا أنه نصيف ساويروس يعني هم كلهم عيلة مع بعضها من رجال الأعمال إذا كان نجيب ولا سميح ولا نصيف ما حدث خلال السنتين الماضيتين هو ما أوصلنا لهنا هنا انتقاد مباشر من أحد أقطاب عائلة نجيب ساويروس الذي يختلف مع النظام المصري في موقفه في السودان وانتقاد على وسيلة إعلام سعودية الاقتصاد مخنوق لا إنتاج ولا بيع ولا تصدير ولا استيراد يلي بتسأل فين الأزمة اسمع لعيلة ساويروس وهم يقولون لك حجم القطاع الخاص من الاقتصاد الكل تقلص من 62% ل21% خلال عشر سنوات وأزمة العملة هي العقبة الأولى بشكل كبير وبعدين قال كمان أن خروج الدولة ليست العقبة الأولى أعلن ساويروس توقفه عن الاستثمارات في مصر حاليا وقال الذي يملك جنيه ليس أمامه إلا شراء عقار أو ذهب ساميح ساويروس قال تصريحات أكثر في الفيديو اللي خلينا نتابع جزء منه معكم حصل هناك يعني الثورة بجميع المقاييس لأن انت المضاير كل حاجة يبقى ثورة مش شرط الثورة تكون بالسلاح إنما كل حاجة في السعودية دلوقتي يعني up to date وهم من تهيلي بعد كم سنة هيبقوا أكبر مكان يحصل في استثمار وهتشوف مثلا بدل دبي واحدة اللي هي عملت طفرة غير طبيعية في تاريخ الأمة العربية كلها هتشوفي في السعودية كذا ساميح ساويروس بيقدم لنا فقرة بعنوان السعودية حلوة بيضم علينا في آخر كلام أنا عارف أن أنتوا يعني مرتبين أنه تغريدة مصطفى بكري الأول بس معلش قبل مصطفى بكري ممكن نشوف السيد علاء مبارك ابن أبيه وهو بيشارك في حملة السعودية حلوة لأن ده لي دلالات يمكن جيمي نازل انتخابات ويعني أخوه حاول يوجب مع السعودية بحتة شعبوية كده ما تشهده المملكة العربية اسمعوها بصوت علاء مبارك لو سمحته ما تشهده المملكة العربية السعودية من طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات شيء يدعو للفخر والاعتزاز خاصة في قطاع السياحة الذي يعتبر قطاعا بكرا معرفش بكرا دي علاء مبارك جبها منين بس الماشي والذي يشهد تطورا غير مسبوك تستهدف المملكة 100 مليون سائح بحلول عام 2030 ما بين سياحة داخلية وخارجية وذلك من خلال زيارة معدلات جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وبجانب برنامج ربط جوي ضخم من أجل زيارة الجهات السياحية من وإلى المملكة تحسى شركة طيران السعودية اللي عملها مش علاء مبارك هذا بالإضافة إلى الاهتمام الملحوظ آه حتى تركي الشيخ جاتهي علاء كده زبط مكلمة مع تركي قريب يعني هذا بالإضافة إلى الاهتمام الملحوظ بالفعاليات الفنية والثقافية والمهرجانات التي تقيمها الدولة بذكاء شديد طال عمره ونشاهدها جميعا وذلك لجذب القوى الناعمة آه باستخدم كلامي أو أنا اللي قلت بعضه بأنا اللي باستخدم كلامه والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كل هذا من أجل تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية مع تحيات حملة السعودية حلوة